سامسونج إضافة ميستين كلش قوية على واحد من أجهزتها المتوسط وتوقع ذني الميستين يستاهلن المراجعة السلام عليكم شباب ويأكم ارتضج اليحاوي هذا جهاز الجالكسي لأي 35 واحد من الأجهزة المتوسطة لدى سامسونج فئة الأي اللي حصل على تغيير تقدر تقول الكثير من الناس تهتمل هذا التغيير بالنسبة للدريد قارنوي الأربعة وثلاثين سنة 2023 هذا الجهاز إذا تجي للتصميم التصميم مشابه جدا لتصميم الـ AR-55 اللي الرحمن راح تشوف مراجعته من خلال قناتي هذا الـ 55 وهذا الـ 35 تقريبا نفس التصميم بالنسبة للبادي الخارجي ما أتوقع أكو اختلاف إلا فقط لألوان أما بالنسبة للجوانب راح تكون عاد لنفس سلسلة الـ S24 العاديات مع أنه ثلاث عدسات موجودة والإنحناء اللي موجودة بسلسلة الـ A بسنة 2024 تقريبا أغلبيها تهب لكن التغيير الكبير اللي يصاري به هذا الجهاز أنه هذا الجهاز يجاني بشاشة ذات ثقب إذا تلاحظي هنا الثقب الموجودة بأعلى الشاشة بما أنه قبل كانت سامسونج تخلي الشاشة بـ Notch أو القطع الفي أو انفينيتي السنة نزلت لك إياه بثقب وهذا الشي حقيقة يحسب لهذا الجهاز بالنسبة للأجهزة المتوسطة هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنه يجي بمعالج الأكسينوس 1380 اللي راح يجي بمعمارية الخمسة نونو لكن الصدفة بصدفة أنه من شفت جرابة الجهاز معما أنه المعالجي أداء كلش حلو وأكسينوس وهو أي ناس ما ترغب أنه تقتني جهاز بمعالج أكسينوس لكن أداء كلش ثابت ومستقر حاليا وما بي أي مشاكل ولا ارتفاع للحرارة بنفس الوقت اتفاجأت أنه على باب جي يشغلي 60 فريم أتوقع هيمكن أول مرة أشوفها بجهاز متوسط من سامسونج يشغل 60 فريم أول ما تفتح الجهاز وهو من فئة الأي وخاصة معالج الأكسينوس غالباً نلقي أجهزة سامسونج اللي بيها سناب دراغون اللي بيها ميدياتيك يشغل 60 فريم مرجداً طبيعياً أما أكسينوس مستحيل تلقي 60 فريم على جهاز متوسط هذا يدل على شنو؟ هذا يدل على أنه واحدة من الثين أما سامسونج بدأت تعتني الفئة الأي بشكل قوي بدأت تتنافس يعني تنزل منافس على هذا الجهاز الشي ثاني أنه ممكن شركة سامسونج بدأت تتعاون بشكل رسمي وي مطولين لعبة بوب جي أو تهتم للمستخدمين خاصة بلعاب بوب جي ممكن كثير من الناس اللي يشوف هذا الفيديو ما يهتم اللعبة بوب جي لكن بالنتيجة لعبة بوب جي شئت أم أبيت أكو فئة مو قليلة مهتمة للجهاز من تشتريه إنه قد يلعب بوب جي بالنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز بالنسبة للشاشة رح تكون شاشة مقاس 6.6 إنش لكن من نوع سوبر أموليد وهنا الشي الجميل بالجهاز إنه يمتلك ألف نتس مع معدل بكسلات 390 بكسل بكل إنش وتردد الشاشة رح يكون 120 هيرس وشاشات سامسونج اللي تقدر تتقبل ترددات من 1 إلى 120 حسب البرنامج اللي تستخدمه وهذا ما أتوقع موجود على كثير من الشركات إلا إنه بعض الشركات تتخليه وممكن لحد الآن هوي شركات ما خلته هذه الشاشة مغطات بطبقة حماية من نوع كورين جوريلا جلاس الفيكتوس بلاس اللي كانت موجودة على نسخ الأس من سامسونج أو نسخ الأجهزة لفلاكشيب للسنين الماضية يعني هذا الجهاز يمتلك شاشة جدا ممتازة سطوع جدا عالي من راح تستخدمها داخل البيت أو خارج البيت ما راح تعاني من سطوع الشاشة وشاشة السامسونج التشبع والدقة والسواد القوي اللي راح يكون بالشاشة ليش أنه أسود أسود وأحمر أحمر كلها ألوان حقيقية ما راح تكون مشبعة زايدة ولا أقل من المطلوب بتلاحظ بشاشات الاي بي اس بعض الأجهزة تلقي صفار تلقي حمار تلقي بياض مو صحيح يعني تلقي ألوان مو طبيعية أما شاشة سامسونج ها راح تغادر هذا الموضع ما راح تلقيها بأجهزة سامسونج اب نفس الوقت هذا الجهاز يمتلك مقاومة الماء والغبار الاي بي السبعة وستين اللي راح توصك إلى متر ونص خلال ثلاثين دقيقة وهذا الشي كثير من الناس انه تحب تستخدم جهاز بمقاومة الماء والغبار وبي طبقة حماية كورين جوريلا جلاس مع انه الذواكر الموجودة انا ذكرنا المعالج وما ذكرنا الذواكر هنا رامج 8 قيقا الثمانية الإضافية اللي من داخل الجهاز يسومونها احتياطية فراح يكون عندك 16 قيقا اما بالنسبة للذاكرة الداخلي راح تكون بذاكرتين هذا الجهاز البي 128 و البي 256 واني جربت الميتين و ستة و خمسين هذا الجهاز كأداء بشكل عام النظام سريع و سليس ما شفت مشكلة ما شفت التعليق ما شفت تهنيك خلال استخدامي للجهاز اما لعبة بوب جي و كل افو ديوتي راح تطيك ساسو جدا قوي راح يشغلك الاشدراوي راح يشغلك الستين فرايم بلعبة بوب جي و بالمرتاح و بأكسينوس اللي اكثر من الناس ما يعجبهم جهاز بمعالج الأكسينوس ان شاء الله خب انساها انه هذا الجهاز يجي باندرويد 14 مع الوانيو اي 6.1 نفس الموجود على الاس 24 ألترة يعني هذا الجهاز يمتلك تقدر تقول احدث نظام موجود او احدث واجهة موجودة على اجهزة الاندرويد حاليا نعم هذا الجهاز بما انه من سامسونج سامسونج قالت لك ادعم لك تحديثات لهذا الجهاز خمس سنوات هذا السنوة واحدة من عدين يعني يبقى لك اربع سنين ثلاثة تحديث كامل و واحد راح يكون تحديث من سامسونج يعني هذا الجهاز يدعم خمس سنين تحديثات من سامسونج ويدعم تحديث واحد من جوجل هو الاندرويد الرسمي يعني هسا عندك 14 يعني يتحمل ال 15 وال 16 وال 17 اما بسنة ال 18 او الاندرويد 18 راح يجيك تحديث من سامسونج تحديث امني حصص صحيح لك كل الاخطاء و راح يدعم لك الجهاز لمدة خمس سنين يعني هذا الجهاز راح يدعم خمس سنين تحديثات وهذا الشيء كلش مهم بالنسبة الكثير من المستخدمين اما بالنسبة اذا جئنا الكاميرات و حقيقة انا شفت اكو جد دغير كلش قوي موجود على اجهزة سامسونج حاليا بفئة الاي عندك هنا كاميرات او ثلاث عدسات موجودة بالظهر هنا عندك الخمسين ميجي بيكسل وهي الثمانية ميجي بيكسل والخمسة ميجي بيكسل اما الكاميرا الامامية راح تكون 13 ميجي بيكسل جهاز يقدم لك 4K بالكاميرا الامامية والكاميرا الخلفية صدق او لا تصدق الدقة والتفاصيل اللي ينطيكيها بكاميرات هذا الجهاز حقيقة اذ ظاهي اجهزة موجودة على الساحة يعني انا بالنسبة لي من شفت سعر هذا الجهاز 430 الى 400 الف حقيقة قلت شنن اللي يقدم هذا الجهاز واني انطبيه هذا السعر لكن حقيقة من جربت الكاميرات نعم ادركت انه سامسونج محسن شكل الجهاز ومظهره وحتى الداخل ما للجهاز اذا جانب البطارية هذا الجهاز يجي بطارية 5000 ميلي امبير ويدعم الشحن السريع 25 واط اذا تحدثنا عن الكارتونا هذا الجهاز ما يجي بي لا شاحن ولا هتفونات ولا اي شيء فقط كيبل الشحن موجود يعني لازم تشتري الشاحن بوحده النتيجة هذا الجهاز يدعم 25 واط ممكن حتى ساعة ونصة يكمل لك شحن من صفر الى 100 يطول لك اش قدبي الشحن طول لك من خمس ساعات الى سس ساعات وهي شغلة الحباب اللي ينزل بالليل حط في بالك انه هذا الجهاز شحن بالكامل رح يوصلك الى خمس ساعات الى سس ساعات اما بالنسبة لها تحسب على الدقائق لا رح تتعب وما رح تصغل النتيجة اما بالشهر المتقطع او استخدام متقطع ممكن حتى يوصلك الى 15 ساعة حقيقة التغييرات تستحق الشراء بالنسبة للجهاز انا بالنسبة لي اتمنى لو كان سعره شوي اقل لكن سعره حد الان زيان لو كان سعره اقل اتوقع رح ينافس كثير من الشركات وطيح كثير من الشركات لان كاميرت حلوة نظام ثابت وتحديثات مقاومة الماء والغبار هذا الجهاز يمتلك سماعتين ستيريو سبيكر مع دولبي اتموس رح يضطيك تجربة الصوت جدا ممتازة بالنسبة لهذا الجهاز هذا الجهاز واحد من الاجهزة اللي يستحق سعره واذا نزل سعره بعد اكثر اتوقع واحد من افضل الاجهزة قرابة الاربعمائة او اقل من اربعمائة الف عراقي نهاية الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة وياكم ارتضج ليحاوي وفي امان الله تحيات لكم